الجاذبية في الكون اعتبرها نيوتن قوة واعتبرها أينشتاين تشوه في نسيج الزمكان ولكن إحدى صفتها حيارث العلماء حتى ظنوا أنها ليست من عالمنا تعال لتعرف أكثر بصائق في ثلاثة حيث العلم حقيقة وخيال ومتعة الحلقة الثانية للجزء الثاني نرسنا في الجزء الأول من الحلقة الثانية الجسيمات دون الذرية كما هي موضحة بالنموذج القياسي للجسيمات وأخيرا يبين النموذج القياسي القوى الأساسية في الكون وتنقسم إلى القوى الكهروماغناطيسية وينقلها الفوتون ومداها لا نهائي فيستطيع الفوتون السفر في الكون بسرعة الضوء بدون توقف ما لم يتم انعكاسه أو انتصاصه بواسطة جسيم آخر والقوة الثانية هي القوة النووية القوية وينقلها الجلوون وهي مسؤولة عن تكون البروتون حيث تربط بين ثلاث كواركات لتكون بروتون واحد وتأثيرها لا يظهر إلا عند اقتراب المسافة لأقل من عشر أس سالب 15 من المتر أي واحد على ألف تريليون من المتر فلا تعمل إلا بداخل البروتون ونواة الضرة وهي عند هذه الأبعاد المتناهية في الصغر تكون أقوى قوى الكون بلا منازع فتبلغ 137 ضعف القوة الكهرومغناطيسية وأخيرا القوة النووية الضعيفة وينقلها بوزونان بوزون زد وبوزون دابليو وهم المسؤولان عن الإشعاع الذي يصدر من أنوية ذرات العناصر المشاعة كاليورانيوم والبلوتونيوم مدى القوى النووية الضعيفة صغير أصغر من مدى القوى النووية القوية فلا تظهر إلا عند أبعاد أقل من عشر أس سالب 18 من المتر وهي قوى ضعيفة لا تزيد على واحد على مليون جزء من القوى النووية القوية نلاحظ في هذا النموذج القياسي للجسيمات غياب قوة هامة من قوى الطبيعة يا ترى ما هي؟ هل عرفتها؟ نعم تخمينك صحيح إنها قوى الجاذبية التي تحافظ على غلافنا الجوي من الضياع في الفطاء وهي التي تشدنا بقوة إلى الأرض فتحتاج الطائرة المتوسطة لحرق 600 لتر من الوقود لتستطيع الفكاك من الجاذبية والإقلاع من الأرض قوى كبيرة من قوى الطبيعة فكيف نسيناها هنا؟ الحقيقة أننا لم ننساها تعالوا معي إلى هذا المثال الصغير لنفهم أكثر موسيقى 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 من هذا المثال رأينا كيف أن معناطيسا صغيرا استطاع بقوته المعناطيسية التغلو على جاذبية كوكب كامل كوكب الأرض والذي تصل كتلته إلى 6 مليار تريليون طن هل قوة الجاذبية ضعيفة لهذه الدرجة؟ الحقيقة نعم انظر للجدول التالي الذي يقارن بين قوى الكون الأساسية وتظهر قوى الجاذبية فيه بمقدار 6 أجزاء من 1000 تريليون 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 جزء من القوى النووية القوية ولبيان ذلك ككسر عشري فإنه يبدو هكذا الجاذبية صغيرة بشكل متناهي مقارنة بباقي قوى الكون لكن الحجم الهائل للأجرام السماوية من كواكب ونجوم ومجرات هو الذي أعطى للجاذبية هذا الأثر الفارق في ثبات الكون واتزان أرجائه وبسبب الصغر الشديد لقوة الجاذبية فإننا لم نتوصل حتى الآن للجسيم المفترض أنه ينقلها إن كان موجودا أصلا وقد أعطاه العلماء اسما فقط فأسموه بالجرافيتون لم يظهر الجرافيتون حتى الآن في أي من تجارب التصادم بمفاعل سرن للهيدرونات وربما يظهر عند إنشاء المفاعل الأكبر بطول 100 كم وبطاقة تزيد عن 100 تيرا إلكترون فولت في العام 2050 وهو بذلك تفوق عن مسرعنا الحالي ذو 27 كم طولا والطاقة القصوى ذات الأربعة عشر تيرا إلكترون فولت لماذا الجاذبية ضعيفة لهذا الحد المتناهي؟ لا تبدو كأنها تنتمي للقوى الأساسية الأخرى فالفرق بينهم شاسع شاسع وكأن الجاذبية آتية من عالم آخر هل ممكن أن الجاذبية تتسرب لأبعاد أخرى؟ فلا يبقى منها في أبعادنا المعروفة إلا هذا النظر اليسير؟ أم أنها توجد أصلا في بعد آخر وأثرها هنا في عالمنا ليس سوى ظل شاحب لها من الأبعاد الأخرى أسئلة كثيرة طرحها العلماء لتفسير الضعف الشاذ للجاذبية مقارمة بباقي القوى في عالمنا وجاءت نظريات مثل نظرية الأوتار string theory لتحدد الخواص المتوقعة للجرافيتون بكتلة صفر وشحنة متعادلة ودوران بمقدار 2 وبذلك تكون أول نظرية متجانسة تشرح الجاذبية بطريقة كمومية ولكنها بالإضافة لافتراضها عشرة أبعاد للكون فإنها لا تزال سوى نظرية بدون أي شواهد أو مشاهدات تثبت صحتها حتى الآن سبب هذا العجز عن التوصل لكيفية عمل الجاذبية على المستوى الكمي أي من الضر وأصغر إلى انقسام المعادلات التي تصف كوننا لقسمين القسم الأول النظرية النسبية العامة لأينشتين وتصف الكون كله بدقة شديدة للأحجام الأكبر من الذرة وحتى حدود الكون وهي نظرية للجاذبية بامتياز فتستطيع التنبؤ بمصار قمر صناعي نطلقه بين كواكب النظام الشمسي بدقة شديدة جدا في حساب تأثير هذه الكواكب على مساره وسرعته ولكن نسبية أينشتين تعجز تماما عن وصف التفاعلات دون الذرية وتوقع نتائجها القسم الثاني تمثله نظرية ميكانيكا الكم وفي القلب منها النموذج القياسي للجسيمات الذرية وهو يصف بدقة مذهلة تفاعلات الجسيمات الدون ذرية مع بعضها البعض لدرجة وصفه بأدق نموذج للمادة توصلت إليه البشرية حتى الآن ولكن رغم ذلك فإنه لا يعتبر أي اعتبار لتأثير الجاذبية ولولا معرفتنا بوجودها قبل ميلاد ميكانيكا الكم فنحن نراها كل يوم لما استطعنا استنتاجها منه فلا يمثلها في معاذلاته ويبدو أنها لا تؤثر في دقة نتائجه ونحن نعرف الآن السبب فالجاذبية صغيرة جدا على المستوى الكمي مقارنة بالقوى الثلاثة الأخرى القوى النووية القوية والنووية الضعيفة والقوى الكهرو مغناطيسية هذا الانفصال في معادلاتنا نتج عنه منطقتان لا يستطيع العلم التنبؤ بما تحويان فضلا عن دراستهما فكلا النظريتين تفشلان عندهما المنطقة الأولى هي الثقوب السوداء وما يحدث في مركزها والمنطقة الثانية هي عند صغر المسافة الشديد إلى حدود طول البلانك ويبلغ واحد مقسوما على عشرة أس خمسة وثلاثين من المتر يعني واحد مقسوم على واحد على يمينه خمسة وثلاثين صفرة عند هذا الصغر المتناهي للمسافة تصبح قوة الجاذبية كبيرة مرة أخرى بحيث لا نستطيع إهمالها في حساباتنا في هاتان المنطقتان تتوقف معادلاتنا الحالية من نسبية وميكانيكا الكم عن العمل وتتطلع البشرية لعبقري جديد على ضرب نيوتن وأينشتين وتسلا وكذلك بور وشرو دينجر وبلانك ليقترح مفهوما جديدا ومعادلات جديدة تماما لحل هاتين المعضلتين فمن أي ركم من أركان الأرض سيأتي يا ترى نسأل الله أن نرى في حياتنا هذا الفتح العلمي العظيم ولعله يكون أحد أبنائنا الذين يستمعون إلينا الآن فشاركوا هذه الحلقات مع الأبناء واشرحوا لهم ما استعصى عليهم منها لنزرع فيهم من الصغر حب العلم والشغف بكل جديد فيه وما يدرينا لعله يكون منهم شكرا على المتابعة ونراكم الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة